تمر الصحفية اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 من المهم جدا علينا أن ننتبه ونحذر من خطر التجمعات لأنها بيئة خصبة جدا لنشر فيروس كورونا لدينا أمثلة من كافة المناطق من كل مكان وهذا ليس فقط في المملكة العربية السعودية في العالم ولكن أيضا لدينا أمثلة في المملكة العربية السعودية لحالات نتجت عن تجمعات هناك حالات نتجت عن تجمعات في حفلات أفراح أو حضور مناسبات عزاء وبعضها كان فيه تنقل بين أكثر من منطقة وعند العودة أدى إلى الانتشارة في منطقة أخرى وفي أسر أخرى لدينا تجمعات عائلية كانت في منتجعات أو تجمعات عائلية على شاطئ مجموعة من أفراد الأسرة مجموعة عوائل التقت وبعدها حصل الانتشار فيما بينهم وأحد الأسر عادت إلى منطقة أخرى وللأسف أيضا انتشرت إلى مجموعة أسر أخرى في منطقة بعد ذلك اللقاء أربعة أسر أيضا جيران في قبل أسبوعين تقريبا كانوا في وجبة رمضانية اجتمعوا حولها انتقل في عشرات الأفراد بين هؤلاء الأسر الذين التقوا في كل هذه المناسبات للمودة والمحبة والصلة إلا أن النهاية كانت مؤسفة بأن الجميع كان في حالة قلق في حالة توتر في حالة ترقب لنتائج متابعة لوضع صحي لقريب أو قريبة أو حبيب أو من يعز علينا ومع الأسف في حالات كان فيها فقط لأحبة وحصول حالات وفيات طبعا الحالات قد تسبب الحدث الواحد إصابة العشرات من الأفراد الزملاء المختصين يأخذون هذه الحالات بتفاصيل دقيقة جدا شبكة من المتابعة والرصد والتقصي الوبائي للوصول لكل حالة ويعرفون تفاصيل جلسوا متى وكم كانوا ولمدة كم وأثناء التنقل مثلا في مركبة أو مرور في طريق إذا كان هناك التوقف والتقاء مع آخرين أيضا يحاولون يرصدون لمعرفة كل شبكة الالتقاء والانتشار ومحاصرتها بأكبر قدر ممكن ولكن الأهم من هذه العملية كلها والأهم من كل هذا الإرشاد والتوجيه والنصح والتعليمات التي تخرج والله للجميع من القلب نذكركم أن كل نقطة هنا هي حياة علينا جميعنا أن نحرص عليها نواصل معكم مشاركة المستجدات العالمية اليوم يقترب العدد من 4.200.000 حول العالم للإصابة المؤكدة بهذا الفيروس حالات التعافي تتجاوز 1.400.000 فيما حالات الوفيات تتجاوز 286.000 حالة في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 1911 حالة جديدة مؤكدة لصبب الفيروس موزعة في مجموعة من مدن المملكة كما تلاحظون وهذه البيانات كما عودناكم سنشاركها معكم بتفاصيلها بإذن الله في تقارير لاحقة لهذا المؤتمر إضافة إلى انعكاسها على تحديث البيانات في الموقع الرسمي المخصص للتحديثات في الحالات الجديدة كان 18% من الحالات سجلت فيما بين العناث 82% كانت فيما بين الذكور سجل 6% من الحالات في الأطفال 92% في البالغين 2% كانت في فئة الأعمار 65 عاماً فأكثر سجلت الحالات بنسبة 31% في المواطنين فيما سجلت بنسبة 69% في جنسيات أخرى متعددة إجمال الحالات بالتالي يصل إلى 42925 حالة منذ تسجيل أول حالة ظهور في المملكة حتى اليوم ومن بينها 27404 هي الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية اللازمة لها حتى الآن ومعظمهم بحمد الله أوضاعهم الصحية مستقرة ومطمئنة إلا أن 147 من بينهم هم حالات حارجة تتلقى الرعاية في العناية المركز المخصصة والمناسبة لأوضاعهم الصحية حالات التعافي بحمد الله تم تسجيل 2520 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمال بحمد الله وفضله إلى 15257 حالة تعافي ونسأل الله بإذن الله ومنه وفضله وكرمه أن يمنع على بقية المصابين بعاجل الشفاء وتمام العافية تم تسجيل تسع حالات وفايات هذه الحالات من بينها حالتين جنسية سعودية وسبع حالات في جنسيات أخرى متعددة سجلت هذه الحالات في مكة المكرمة وجدة ووادي الدواسر كانت الأعمار تتراوح ما بين التسع وعشرين وأربع وستين عاما معظمهم كانوا يعاني من أمراض أخرى مزمنة نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة بالتالي يصل إجمالي عدد الوفايات إلى 264 حالة وفاة نجدد التذكير لكم جميعا بأن كل التعليمات كافة السلوكيات الصحية التي يتم مشاركتها معكم عبر المنصات الرسمية هي جدا هامة للجميع أفراد وجماعات أسر من كافة الفئات العمرية لسلامتنا جميعا فعلينا نتقيد بها سنبقى دائما على مدار الساعة في مركز الاتصال 937 في خدمتكم ونذكركم بالاستفادة من كافة التطبيقات الأخرى سواء الصحية أو غيرها المطروحة حكوميا لتلقي الخدمات ولكي تكون أيضا ممارستكم للأمور الحياتية ومتطلباتها بشكل أيسر وأفضل ودمتم إن شاء الله سالمين شكرا دكتور محمد من صحيفة المناطق الأستاذ يوسف المطيري يسأل نطالع بعض الأحيان في وسائل التواصل الاجتماعي تقليل بعض المختصين في الأوبياء من خطورة فيروس كورونا على المجتمع ما هو توجيهكم حيال ذلك؟ طبعا المستجدات العالمية والرصد العالمي وبناء الخبرة العالمية حول هذا الفيروس لا تزال حديثة الفيروس بدأ مع مطلع هذا العام فلا تزال الخبرات العالمية تبنى الأبحاث مكثفة النظر مكثف المنظمات العالمية ترصد بشكل دائم والخبراء كل مستجداته وتحاول أن تضع أفضل التوصيات العلمية العالمية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي والمحلية الخبراء بلا شك يرصدون الخبراء يساهمون في نشر التوعية لاحظنا كثيرا من المختصين أو المهتمين أو حتى المجتهدين من غير المختصين ينشرون بعض المعلومات التي تعلق بنصائح بنظرة بمقاييس بمحاولة وضع خرائط أو رسوم بيانية ووضع منحنيات والتنبؤات وشاهدنا كثير منها يتهاوى وتمر التواريخ وتمر الأرقام ويثبت ذلك في عدة أمثلة سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي أو في المحيطنا أو حتى في العالم بأسرة فالخبرة المطلوبة تحتاج إلى زوايا متعددة وليس فقط بناء خبرة من نتائج قديمة أو على غرار أوبئة قديمة أو على زاوية معينة بالزاوية الصحية فقط هناك عدة عوامل تتعلق بالحركة وطرقة السلوكيات الاجتماعية وعوامل التدخلات وعوامل الالتزام والأنماط الجديدة في السلوكيات العالمية هناك عدة أمور معقدة لذلك أنصح الجميع دائما بالرجوع إلى النصائح والمصادر المعلوماتية الوطنية الصحية الموثوقة التي يكون خلفيتها مجموعة من العمل ليست فردية وإنما خبرات مجموعة علماء عالميين أو وطنيين وأيضا أحث الجميع من الخبراء والمهتمين الراغبي بالوصول للمعلومة الصادقة للمجتمع أن يساهموا في ذلك من خلال الموائمة والتناغم والاستفسار والرجوع للمصادر هذه لأنها ستثريهم وتعطيهم زوايا أوسع لتكون رسالتهم أكثر قوة وأكثر جدول المجتمع شكرا من صحيفة مكة الأستاذة أماني يماني تسأل ذكرت مجلة The Lancet أن أطول فترة يبقى فيها الفايروس بجسم الإنسان ليست 14 يوما بل غير معروفة وقد تكون أطول من ذلك بكثير وبلا أعراض أيضا قبل أن يخرج من جسم الإنسان ويختفي فهل واجهتم مثل هذه الحالات وكيف يمكن تفسيرها طبعا الفايروس إذا دخل إلى جسم الإنسان يجلس فترة محددة بعدها يقاوم الجسم بمناعته ممكن بمساعدة أيضا ببعض العلاجات الداعمة لوظائف الجسم ممكن تكون هذه الفترة أيام وممكن تطول إلى أسابيع يعتمد على مقدار المقاومة الجسم ومقدار حجم مناعته ومقدار وظائف أعضائه إذا كانت الحالة حرجة واضطرت للبقاء في العناية مراكزة مدة طويلة متوقع أن الفايروس يبقى في الجسم لأسابيع لكن على كل حال الفترة غالبا تمتد من بعد زوال الأعراض بيومين أو بضع أيام بعدها يختفي الفايروس غالبا من الجسم وقد يمتد إلى أسابيع تصل إلى خمسة أو أكثر بقليل إذا كانت الحالة امتدت هذه الأعراض معها وكانت أكثر شدة ولكن لابد أن نفرق بين أن الفايروس موجود في الجسم ونشط في الجسم أو مجرد بقايا من الفايروس يمكن رصدها مخبريا ولكن لا توجد أعراض والجسم سليم منها تماما هذا أمر مختلف ولها متابعاته العلمية ولها رصده العلمي وممكن إن شاء الله بإذن الله تحسن أيضا التقنيات المخبرية أيضا يتم التغلب على هذه الجزئية شكرا الأستاذ عبدالله الغرسام من صحيفة الرياض يسأل كم يبلغ عدد الفحوص المخبرية اليومية التي تقوم بها وزارة الصحة بحمد الله العدد الفحوصات اليومية بشكل مستمر يتنام ويرتفع الآن عدد الفحوصات الإجمالية تجاوز الـ 482 الفحص ويقترب من النصف مليون هذه الفحوصات المخبرة التي نتكلم عنها هي فحوصات مخبرة الدقيقة الجزئية التي تعتبر على البلمرة الجزئية أو ما يسمى بالPCR تستينج وهي فحوص عالية الدقة تتعامل مع جينات الفيروس طبعا هذا العدد النشط من الفحوص مستمر ومتواصل وأنصح الجميع أيضا من الراغبين أو المهتمين بالإطلاع على تحديثاته اليومية الرجوع إلى منصة التحديثات اليومية على الإنترنت COVID-19.moh.gov.sa لأنه تم وضعها وإضافتها من فترة قريبة وهي تحدث بشكل يومي شكرا من صحيفة الوئام الإلكترونية الأستاذ شعوان خيش يسأل هل من ضمن الحالات الحرجة التي يتئم الإعلان عنها حالات لأطفال طبعا بحمد الله حتى الآن حالات الأطفال لم تسجل لدينا فيما بينها حالات حرجة أو حالات وفيات ولله الحمد ولكن سجلت حالات الإصابات ولاحظنا وجود لشريحة من الأطفال قد تكون بدأت ترتفع في الأيام الأخيرة وهذا يدل على نشاط أيضا قلنا أنه قد يرتبط بالتجمعات أو نشاط اجتماعي مخالف لبعض التعليمات أو السلوكيات نأمل أنه يكون محدود جدا نحرص على الأطفال نحرص على كافة الفئات الأخرى المعرضة للخطر قد تكون الأعراض بحمد الله حتى الآن أو ضراوة الفيروس على الأطفال محدودة ولكن نشر الفيروس من الأطفال وارد ولذلك نحميهم ونحمي أيضا محيطهم دائما بغرس السلوكيات الصحية إضاحة طبيعة الوضع لهم القرب منهم في هذه الفترة لأن هذا يطمئنهم نفسيا وقد يساهم في تعزيز سلوكياتهم الصحية شكرا جزيلا لكم شكرا لكم وسمحولي أن أقدم إجازة باللغة الإنجليزية 응 المترجم للقناة المترجم للقناة المباركة وشكرا شكرا لك الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة شكرا للمشاهدين وأمنياتنا أن يكون العالم والوطن بألف خير